تتواصل جهود مصر لمحاربة فيروس سي والقضاء عليه بعد أن كانت مصر في المعدلات الأولى للإصابة بالمرض عالميا جاءت توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كبارقة أمل للقضاء على المرض في إطار مبادرة إعلان مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020 مع بداية الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في خطابه أمام البرلمان التزامه بخطوات الصحية كبيرة في القطاع الصحي وبعد أقل من شهر تم إطلاق حزمة من الإجراءات التي تضمن النهوض بالمنظمة الصحية بتكلفة تقديرية تصل إلى 18 مليار ومائتي مليون جوني انطلاقا من محافظة بورسعيد بتكلفة مليار وثمانمائة مليون جوني كما انطلق مشروع القضاء على قوائم انتظار العمليات الحارقة واستفاد منه حتى الآن أكثر من ثلاثة ألاف مريض من إجمال 12 ألف كما تعد تجربة مصر في علاج فيروسي هي الأولى من نوعها بعدما وضعت الدولة خطة لإعلان مصر خالية من الالتهاب الكابدي الوبائي في عام 2020 بعدما كانت أكثر الدول على الإطلاق في عدد الإصابات بهذا المرض ونجحت هذه الخطة في التوصل لإنتاج عقارسو فالدي محليا بسعر يمثل واحد إلى ألف من السعر العالمي وافقا لخطة تطوير الرعاية الطبية فإن منظمة القضاء على فيروسي ستكلف الدولة 5 مليار و600 مليون جوني وتستهدف خفض معدل انتشار التهاب الكابدي الوبائي مع تنشيط المسح الشامل لنحو 45 مليون مواطن وعلاج المصابين المكتشفين وإنهاء قوائم الانتظار الحالية وحظيت تجربة مصر في علاج فيروسي بإشادات دولية كان آخرها من مجلة أطلانتيك الأمريكية التي قالت عن تجربة مصر إنها تمحي الفيروس من أجساد مرضاها بوتيرة غير مسبوقة عبر علاج ثوري كما قررت منظمة الصحة العالمية تقييم الحملة القومية في مصر لنقلها لولدان أخرى بعد نجاحها ترجمة نانسي قنقر